اشتركوا في القناة لمواجهة الحرب التدميرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والشعب الفلسطيني للشهر الرابع على التوالي بارتكاب المزيد من الجرائم المروع فيما تتفاقم المأساة الكارثية التي يعانيها أهل القطاع بتلاشي أدنى متطلبات وأسباب الحياة فالموت الرهيب يحكم حصاره الوحشي على غزة ويحصل أهلها بين موت بالقصف والرصاص وآخر بالجوع والمرض تأكيدا على الإمعان بفضائع حرب الإبادة والانتقام الإسرائيلي المروع وبتحدي لإرادة المجتمع الدولي والإنساني يتجاوز مجرد الاستهتار بالقوانين والقيم الإنسانية والشرائع السماوية باستحضار صور الوحشية لمرحلة ما قبل عصر الحضارة هذا الوضع الكارثي بكل معانيه وأبعاده يملي وبصورة عاجلة وملحة على الضمير الإنساني والمجتمع الدولي بقيمه وقوانينه ونظمه وجوب التحرك الفوري والفعال لوقف حرب الإبادة والإفناء وحفظ الحياة بوقف الحرب وتوفير أسباب العيش بمختلف أشكال الإغاثة الإنسانية وهم المساران الواجبان تلازما ويحظيان بأولوية تفوق كل الأولويات وعلى الفور رغم أهمية مسار اليوم التالي للحرب الذي يستحود على الاهتمام مع أنه اليوم الذي لا يلوح من تلقاء نفسه بالأفق إن أولوية اليوم قبل الغد أولوية الآن هي مضاعفة الجهود واتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف هذه الجريمة المتمادية وإنقاذ ما تبقى ما يجعل من التقاعس عن وقف فوري لهذه الحرب التدميرية أو عرقلة جهود وقفها تماه مباشر معها ودعم بل اشتراك باقتراف جرائمها وأهوالها خاصة وأن حرب الإبادة المتواصلة لم تسقط من أهدافها ومحاولاتها المستمرة ارتكاب جريمة التهجير القسري باستمرار الدفع المنهجي لسكان غزة من الشمال إلى أقصى الجنوب وفرض النقل الجماعي الذي أصبح واقعا تهجيريا قسريا وإن كان داخل القطاع يفاقم من المأساة ويعيد استحضار صور النكبة لعام 1948 وفيما يتعلق بمسار الإغاثة فقد بات أيضا يشكل تحديا بالغ الخطورة أمام استمرار عرقلة وصولها وتعمق انهيار مقومات الحياة والبقاء الحيوية لأهل غزة بكل تفاصيل وأسباب الحياة بل بأبسط وأقل حدودها في ظل عدم توفير الحدود الدنيا من الكفاية كما أو نوعا أو استداما ما جعل من ضرورة تدفق الغوث الإنساني ضرورة بغاية الإلحاح والاستعجال وقد بات شبح الموت جوعا وبردا يرسل للعالم مؤشرات ظلاله المحدقة بأحياء غزة المدمرة فيما تمتد الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الشعب الفلسطيني إلى الضفة الغربية وفي القلب منها مدينة القدس المحاصرة منذ بداية الحرب بإحكام شديد يحول دون الناس ومسجدهم الأقصى كما يتصاعد إرهاب المستوطنين المستعمرين بحماية الجيش واجتياحه الواسع لكافة أنحاء الضفة مواصلا ارتكاب مجازر القتل الميداني والتدمير الهمجي للممتلكات والبنى التحتية إلى جانب حملات الاعتقال والتنكيل وفرض الإغلاق على المدن والبلدات بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية مضاعفا من جرائم الاستيطان والتهجير والتهويد وإجراءات تقويض السلطة الفلسطينية أصحاب السعادة إن هذه الأولوية المطلقة لوقف الحرب والإغياثة لا تقلل من أهمية الجهد الضروري قانونيا أو سياسيا وبصورة تكاملية وهنا نقدر المواقف الدولية الرسمية والأهلية الرافض للعدوان والمطالب بوقفه ووقف جرائم الحرب ومساءلة مرتكبيها أمام العدالة الدولية سواء بمحكمة العدل أو الجنائية الدولية ونؤكد على أهمية تضافر وتكثيف الجهود والمبادرات في هذا السياق القانوني بدعم عربي واسع رسمي وأهلي لتحقيق العدالة الدولية مع التأكيد على أهمية فتح أفق سياسي جدي وحقيقي يعالج الأسباب الجذرية للصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الكدس الشرقية مدخلا وحيدا لتحقيق السلام والاستقرار الذي ننشده السلام الذي لن يتحقق دون إنصاف الشعب الفلسطيني وهنا أنوه إلى الاجتماع الوزاري الأوروبي الذي يعقد اليوم بمشاركة معالي الأمير العام للجامعة ووفد من وزراء الخارجية العرب والذي ننظر إليه جميعنا بكل اهتمام في سياق متابعة الحراك والجهد الدبلوماسي العربي لوقف الحرب وفتح آفاق السلام ختاما نوجه تحية الإكبار والإجلال لصمود الشعب الفلسطيني البطل والمجد لشهدائه الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة